أكيد أبتد النهاردة كمان الحقيقة يعني عايز أقول لحضراتكم اللي كمان بيحبوا يرددوا كلام ملوش أي أساس اللي هو من الصحة إنه النادي الأهلي النهاردة برضو ما بيقفش في وشة محط اللعيبة زي ما كابتن هاني قال يعني طالما أنت من خلال القنوات الشرعية وبما يحفظ حق النادي وحق هذا اللاعب ويكون فعلا عرض مناسب وجيد لللاعب دول النادي الأهلي أكبر نادي في الشرق الأوسط ونادي القرن الأفريقي أكيد أكيد الأهلي مش هقف طريقه لكن الغريب برضو أنه الكلام ده يعني زي ما قولنا بيطلع على واحد زي حسين مثلا إحنا كجماهير كلنا عارفين أنه حسين يعني عمل إيه علشان ييجي برضو النادي الأهلي أهو أقرب مثال لي يعني فعشان كده بيكرره دايما بيحب النادي الأهلي قد إيه مرتبط بيه قد إيه وضحب حاجات كتير وكهرباء كمان ضحب حاجات كتير قد إيه كهرباء علشان يلعب في فريق زي النادي الأهلي فريق كبير والعين بالنسبة لحسين الشحات كان بيعتبر في الصف الأول للأمدية الإماراتية فمش ممكن يسيب الأهلي علشان يروح أي نادي تاني في الخليج يعني بالعقل كده يعني نقطة لا نستوعبها إحنا كجماهير الحقيقة نقطة تانية مهمة برضو خاصة بقى بالمباراة وخاصة بمشوارنا واللي جاي مع فريق سنبا التنزاني الحقيقة مباراة ديت هتكون صعبة جدا لأسباب كتير أولا إنها تتلعب بالنهار في وقت ممكن ما تعودش النادي الأهلي من فترة طويلة إنه يلعب فيه كمان المباراة ديت وفقا لللي إحنا عرفنا من وسائل الإعلام فمتواقع إنه يحضر خمسة و تمانية وخمسين ألف عفوا تمانية وخمسين ألف متفرج تقريبا تمانية وخمسين ألف هيحضروا ده هيشكل أكيد ضغط كبير على لعبة النادي الأهلي اللي كمان لازم ياخدوا حذرهم وياخدوا بالهم في ظل الظروف ديت ويرعوا الإجراءات أكيد الوقائية والاحترازية بسبب الفايروس كورونا بس يعني إحنا كلنا ثقة في أداء اللعيبة وبعد غزو المريخ المحطة الثانية النهاردة في تنزانيا بكرة الفريق مسافر إن شاء الله على طهيرة خاصة مدة الرحلة تستغرق ست ساعات عملوا نهاردة المسحة الحمد لله كلها سلبية أخذوا التطعيم الخاص بالدول الأفريقية لأنه طبعا الجو هناك يعني الدول الأفريقية مرتبطة ببعض يعني الأمراض فأخذوا التطعيم اللي خاص بيها وهو زي ما انتو شايفين في السودازم يجيبوا شكل الإبرة وشكل المسحة اللي بتعمل لي حالة زهر الحياة ده تطعيم مهم جدا طبعا أكيد طبعا بزي أنت طبعا قدرة يعني لا يا ما تشكين الأوباء المنتشرة يعني بص يا سيني بص عم عم محبي بتحصل له أيدي الوقت طبعا دي مسحة كورونا لكن جير مسحة كورونا فيه في مش فوشي أنا كتب بص فوشي فوشي المسحة دي شعبا يعني الناس بتتعب جدا حتى قبل المباريات بص كابتن المنافسة مش سهلة صعبة أجهد ماتش صعبة كمان وكلها طبعا كلنا عندنا طموحات وساتر يا رب خلينا نكلم عن المسحة ما تخلص طبعا